سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية سيرة الحوارين الحلقة العشرين في المرة الفاتت قلنا إنه بولاس شكر الحاكم ووقف عشان يدافع عن نفسه وطلب من الحاضرين يسمعوا كلامه بتركيز وبدأ يتكلم وقال في الحقيقة بني إسرائيل كلهم بيعرفوا سيرتي وبيعرفوا أني نشأت في الغدس اللي استغريت فيها بعد ذاك معي أني مولود في ترسوس إذن هم بيعرفوني من زمن طويل جدا وإذا كانوا صادقين ممكن يشهدوا ويوضحوا أني كنت مؤمن بأشد مزاهب بني إسرائيل التزاما بالطورات لأني كنت بنتمي لطائفة الفريسيين والليلة أنا بتحاكم لأني مؤمن بأنه الله قادر بتحقيق وعده لأجدادنا بأنه حينجيهم بعد بعثهم من القبور والوعد دا هو اللي بتنتظر تحقيقه قبائلنا الاثماشر اللي بيعبدوا الله بالليل والنهار وثقة بالله في تحقيق الوعد دا هي السبب في الاتهامات الموجهة ضده ودي الوقت بعد إذنك يا جلالة الملك أنا بسأل كل المخالفني سؤال محدد واضح يدتوا لي ما بتصدقوا أنه الله بقدرته بيبعث الأموات من جديد الغريب أنا زاتي في البداية كنت واقف ضد الإيمان بعيس الناصري وكنت شايف أنه من واجبي لازم عرض المؤمنين به وبشدة كمان وفعلا وقفت ضدهم في الغدس بتفويض من رأسها الأحبار شيوخ الدين وقبضت على جزء منهم ووديتهم السجن وكت بأيد غرار المجلس لما يحكم على أي واحد منهم بالإعدام وكت بمشي لبيوت عبادتنا عشان أزيهم وأجبرهم على إهانة رسالتهم وصاحبة وكت متعصب جدهم لدرجة أني سافرت لخارج البلاد كمان عشان أطاردهم واتطهدهم عشان كده يا جلالة الملك في مرة أخذت تفويض كامل من رأسها الأحبار وسافرت لدمجل عشان أمشي أقبض على أدباع إيسى وأجيبهم للسجن وفي الظهر أثناء سفرت ديك ضوى قدامي وقدام الناس اللي كانوا معاي نور لامع أقوى من نور الشمس ووقعنا كلنا في الأرض وبعد دا أكسمي احتلي صوت بيقول بي لغتنا شاول يا شاول أنت ليه بتطهدني أنت بتقيف ضد إرادة طلة بدون حيلة وما حتقدر تغاومه وأنا قلت ليه أنت منه يا سيدي وجاوبني وقال لي أنا عيسى وأنت بتطهدني لما انت تطهدت باعي دلوقت قوم أقيف على حيلك أنا ظهرت ليك وشفتني بعيونك لأني اخترتك عشان تخدمني وتكون شاهد على الأمر دا هو اللي حابينه ليك فيما بعد وحاحميك من قومك اليهود وغيرهم وحابعتك للشعوب التانية عشان تبلغهم وتدعهم للإيمان وتفتع عيونهم وتخرجهم من الظلمات للنور وتحررهم من سيطرة الشيطان وترشدهم لطاعة الله وبإيمانهم بأن المسيح مختار الله الله حيغفر لهم زنوبهم ويكافيهم بنصيبهم في حياة الخلود مع خصاهم بالصلاح عشان كده يا جلالة الملك أنا استجبت وما وقفت ضد الأمر دا وبديت بتبليغ دعوة الهدى في دمشق وبعدها في الغدس وفي منطقة يهودة كلها ووسط الأجانب برضو ودقيت كل الناس الأرشدتهم للتوبة واتباع الطريقة الغويم البوري إنهم تعبوا فعلا عشان كده بني إسرائيل قبضوا عليه في بيت الله وحاولوا يكتلوني لكن الله بفضلوا حماني منهم لغاية اللحظة دي وانا هسا واقف هنا وببلغ في الرسالة دي لكل الناس العظيم منهم البسيط وانا حاقول نفس الكلام اللي قاله سيدنا موسى وباقي عن بيها بني إسرائيل عن المسيح بأنه حي قاسي الآلام ويموت ويكون أول واحد يبعث الله من الموت حي للأبد ويرشد أمته وباقي الأمم لنور الهدى وبعد دفع بولس عن نفسه وكلامه عن قيام المسيح من الموت قاطعوا الحاكم تسترزبوا لهجة مستنكرة وقال ليهو كلامك ده كلام مجانين يا بولس قرأتك الكثير للعلم لخبطت عقلك وشوشتك وجننتك أسمح لي يا جناب الحاكم أقول ليك أنا ما مجنون وكلامي ده صحيح وعين العقل وأنا متأكد أنه جلالة الملكة لسه أنا واقف قدامه ده وبخاطبه على علم بالأمور دي لأنه اللي حصل ده واضح جدا وجلي ما حصل في الخفا عشان كده أنا ممكن أتحدث معاه بكل صراحة وأرجو أن تسمح لي يا جلالة الملكة أنا أسألك إنت بتؤمن بالأنبياء وكلامه أنا بفتكر إنك بتؤمن يا بولس أنت بتفتكر إنك ممكن تغنعني في الوقت القصير ده إني أآمن وأكون من أدبعيسة الوقت كان قصير ولا طويل ما مهم يا جلالة الملك أنا أدعي عليك الله دي الوقت ولكل الناس اللي بيسمعوني هنا إنكم كلكم تبقوا مثلي لكن بدون الغيوض دي طبعا والملك وأخته برنيس والحاكم وكل اللي كانوا معاهم طلعوا من القاعة وكانوا بيقولوا الراجل ده ما عمل أي شي يستحق عليه الموت أو حتى السجن والملك أغرباز قال لي فستوس أنت عارف يا جناب الحاكم الراجل ده لو ما كان رفع قضيته لغيصر كممكن نفكه من السجن أها وبعد مشاورات الحاكم في فستوس قرر إنه يرسل بولس عن طريق البحر الأبيض المتوسط لغيصر في روما ومع بعض المساجين الآخرين وبحراسة وكان رئيس الحراسة ضابط من كتيبة القيصر اسمه يوليوس والضابط ده والمساجين وحراسهم رقب سفينة كان موطنة الأصلي ميناء دراميد لكن السفينة دي كانت راسية في ميناء قيصرية وتحركت منها لبعض موانئ منطقة إيسيا وكان من ضمن الركاب برضو بعض أصحاب بولس ومنهم لوغا كاتب القصة دي وأرستريكي المكدوني اللي كان من مدينة تسروريكي تحديداً وفي اليوم الثاني السفينة دي وصلت ميناء صيدة والضابط اللي كان مسؤول من الحراسة كان بيعامل بولس معاملة حسنة عشان كده سمح ليهو بأنه يزور زملائه وأصحابه في صيدة ويأخذ منهم الحاجات اللي بيحتاج لها ومن ميناء صيدة السفينة واصلت الأبحار لكن الرياح كانت معاكسة عشان كده السفينة أبحرت محازية لشواطئ قبرص عشان ما تكون في مهب الريح وواصلت السفر في مناطق كليكية وبمفلية لغاية ما وصلت ميناء ميرا في منطقة ليكية وفي ميرا يوليوس الضابط المزؤول من الحراسة عرف إنه في سفينة تانية جاية من الإسكندرية في طريقة لإيطاليا قاموا غيروا السفينة الأولى ورجبوا السفينة دي وسافروا والسفينة دي أخذت لها أيام لأنها كانت معاشة بطيئ جداً بسبب الريح طبعاً اللي منعتها ترسل في ميناء كنيدوس والسفينة واصلت رحلتها ومرت بشبش جزيرة سلمونة بمحازات شواطئ جزيرة كريت وبصعوبة وصلت لمكان اسمه المواني الحزمة قريب من مدينة لسائية ولأنه السفينة اتأخرت تأخير شديد في مواعيدها والسفر بالبحر بيقى خطر لأنه موسم العواصف والرياحة الشديدة كان داخل وكان ده بعد وقت صيام بين إسرائيل عشان كده بولس نصح وترجى ضابط الحراسة والقبطان وصاحب السفينة وقال ليهم أسمعوا يا جماعة بكل صراحة أنا شايف إنه مسالة السفر دي بيقى صعبة شديد وفيها خطورة كبيرة مش على السفينة والبضاعة وبس دي حتى فيها خطورة على أرواحنا إنحنا دي الزاتنا الضابط كان مختنع بكلام قبطان السفينة وصاحبة ومهتم بكلام بولس خالص ولأنه الميناء دي ما كانت صالحة عشان يقضوا فيها فترة الشتاء الأغلبية شافت إنه من الأحسن إنه سفينة واصل السفر لميناء فينيكس في جزيرة كريت لأنه كانت أقرب ميناء آمنة ليهم عشان يقضوا فترة الشتاء فيها ولما هبت على المواني الحسنة رياح خفيفة من جهة الجنوب البحارة تكيفوا ويفتكروا إنه المزألة ما فيها أي مشكلة والموضوع حيمر بسلام وواصلوا الإبحار في اتجاه القرب من كريت لكن فجأة هبت من الجزيرة رياح قوية وعاصفة اسمها العاصفة الشمالية الشرقية والسفينة ما قدرت تقاوم العاصفة دي والبحارة استسلموا وما كانوا حتى عارفين إنه السفينة متجهة على وين والسفينة مرت قريب من جزيرة صغيرة اسمها كودا والبحارة بعد يجهدوا الضعوبة قاموا بتأمن قارب النجاح ورفعوه فوق السفينة وربطوا الحبال حوالين السفينة عشان يأمنوها وخافوا من إنها تصطدم بالطلالة الرملية في خليج السدرة اللي هو خليج سيرت في ليبيا حاليا عشان كده قاموا نزلوا الشراع وخلوا السفينة سايرة بدون مقاومة والعاصفة بقت شديدة لدرجة إنه في اليوم الثاني البحارة بدوا يرموا في بعض الحمولة من السفينة في البحر عشان يخففوا وزنها وفي اليوم الثالث الوضع بيقى أصعب وقاموا رموا بعض معدات السفينة ذاتة ومرت أيام ركاب السفينة وبحارتها بيقوا ما بشوفوا الشمس ولا النجوم والعاصفة كانت بتحب شدة وخلرت الركاب والبحارة بتاعنا السفينة خايفين جدا ومهمومين لدرجة إنهم فقدوا أي أمل في نجاب ووقفوا الأكل لمدة طويلة وفي الوضع الحردة بولس قام خطب فيهم وقال ليهم آها آها دلوقت شايفين النتيجة يا جماعة مش كان حسن لو كنتم سمعتوا نصيحتي مش كان حسن لو كنا قعدنا في المكان اللي كنا فيه دا فترة عاش هنسلم من الخطر والمتفاة الخسارة والله يصاح والله ودي الوقت باعت كل الحصلة أنا بقول لكم اتطمنوا لا في أي زون منكم حيغرق لكن السفينة دي حتتتكسر أنا بقول لكم الكلام ده لأنه الله سبحانه وتعالى هل بعبدوا وبعمم بيهوا بس تليهم بارح بالليل ملك تطمني قال لي ما تخافي يا بولس انت بالتأكيد حتصل وتقيف جدام القيصر والله حينجيك وينجي كل المسافرين معاك من الغرق ونثقة بالله كبيرة جدا وعلى يغين أنه حيحقق وعده وحنصل بعونه لواحدة من الجزر هيا جماعة دي هي نهاية الجزر العشرين اللي هو بالمناسبة الجزر قبل الأخير شكرا يا خلت الله يحلي المرة الجاية حكم من لكم سيلة الحواري شكرا يا شكرا يا شكرا يا شكرا شكرا يا شكرا يا شكرا اشتركوا في القناة